السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر رقم 82 بين فؤاد المهندس ورجاء الجداوي وخمس عيوب كرهتها شويقار في فؤاد المهندس واعترفت بها أمام وسائل الأعلام المهندس ورجاء الجداوي أشياء كثيرة جمعت بينهما ليس فقط المجال الفني وعملهما بالتمثيل ولكن أيضا الرقي والأسلوب السلس والبساطة بدون تكلف ليدخل قلوب جميع الشعب المصري والعربي دون استئزان ليشارك أيضا يوم الميلاد إنهما فؤاد المهندس ورجاء الجداوي مرورا بنشأتهما في القاهرة والمشاركة معا في أعمال مميزة حتى وفاتهما في نفس العمر في حي العباسية بالقاهرة ولد فؤاد زاكي المهندس في 6 سبتمبر عام 1924 بين أسر مكونة من أربع أشقاء لوالد عالم لغوي ورث عنه الأستاذ خفة الظل وسرعة البديهة بينما ولدت نجاة علي حسن الجداوي في اليوم ذاته ولكن في عام 1938 ودخلت الفن من خلال عملها بالأزياء في عام 1975 كان عام التعاون الأول بين فؤاد المهندس ورجاء الجداوي في مسلسل أرض النفاق لرواية الكاتب يوسف السباعي وبعدها بـ 12 عاما في عام 1987 شارك معا في فيلم ألبيها البواب من بطولة الإمبراطور أحمد زكي وهي من الأدوار المميزة والراسخة في الأزهان للإسنين أما فوزير عم فؤاد في عام 1993 فكانت آخر الأعمال التي تعاون فيها المهندس والجداوي معا واستمر التقاء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي في الحياة والفن إلى آخر نفس حيث شاءت الأقدار أن يفارق الحياة عند نفس العمر 82 عاما اصفارق الأستاذ الحياة في 16 سبتمبر عام 2006 نتيجة أزمة قلبية بينما رحلت ملكة الجمال في 5 يوليو عام 2020 بعدما يزيد على شهر من المعاناة مع فيروس كورونا السادس من شهر سبتمبر خرج إلى الحياة طفلا صغيرا لكنه لم يكن يعلم حينها أنه سيصبح واحدا من أساطير الفن المصري على مر التاريخ إنه الفنان القدير فؤاد المهندس الذي بخفة دمه وتلقائيته تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية التي بقيت حاضرة في الأزهان حتى هذه اللحظة وخلال أحد لقاءاته التلفزيونية رفقة زوجته الفنانة القديرة الراحلة شويقار كشفت الأخيرة عن أربع عيوب فيه وذلك من واقع سنوات عديدة قضاها الإسنان معا في عشة زوجية وخلال اللقاء التلفزيوني النادر في برنامج سينما القاهرة مع الإعلامية ناهد جبر قالت شويقار أنها متزوجة من فؤاد المهندس منذ 8 سنوات وشهرين مؤكدة أنه كزوج وأب ممتاز على حد قولها لكن به بعض العيوب مثل العصبية وكرهه للاختلاط وعدم حبه للصهر والإضاءة الخافتة وصوت الموسيقى العالي أنا بحب أخرج وتفسح لكن هو مش بيحب الحاجات دي بس لما أحط محاسنه جنب الحاجات دي بلاء المحاسن بتغطي على العيوب فؤاد المهندس بيغير دايما كلمات قالتها شويقار خلال لقاء السحاب بين أشهر صنائي في السينما المصرية وروت موقفا جمعها به يؤكد غيراته القوية من المعجبين كان في واحد معجبية ماشي في القطر وإحنا رايحين اسكندرية وكان رايح جاي في القطر قدامي لقيت فؤاد الدايق وبيزعق بس الواد ما تكلمش وقلت له الواد ما عملش حاجة عشان تتدايق وبقى من اسكندرية المصر مش بيكلمني ومخصمني أنا عشان لقى معجب ولم يكن الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس ممثلا في حزب بل كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يسمى كلمتين وبس أزيع منذ عام 1968 ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان سيد أفندي وأستاذ الكوميديا الراحل فؤاد المهندس الذي أسرى المكتبة الفنية بأعماله السينمائية وبرحيله فقدت السينما والمصرح واحدا من أبرز نجومها وكشف نجل فؤاد المهندس عن أصعب المواقف التي مرت بالأستاذ قبل رحيله عبر محمد المهندس ابن الراحل الفنان فؤاد المهندس عن افتقاده الشديد لوالده كما قدم إليه رسالة مؤثرة قائلا وحشتني ودايما في بالي ومبسوط أن كل الناس لما بيعرفوا أن ابن فؤاد المهندس بيفرحوا وبيكلموني عن الأستاذ مشيرا إلى حرصه على زيارة قبر والده كل فترة وكراءة الفاتحة له كل يوم منذ وفاته وعن حبه الشديد لعمله قال محمد المهندس والدي عمل كل حاجة حلوة كان يتمناها وكان دايما يقول لي أهم حاجة إن الناس تكون مبسوطة وكان الشغل أهم حاجة في حياته ولم يكن يحب التكلم عن حياته الخاصة كانت خطة أحمر بالنسباله مضيفا وكان بيصلي قبل أي عمل فني له وقبل المسرحية بعشر دقايق كان يتجول على المسرح يمينا ويسارا وهو يقرأ آيات قرآنية وعن أحب الأعمال للفنان الراحل أوضح نجله كان والدي يحب مسرحية سكة على بناتك جدا وكانت من أحلى الكواليس اللي شفناها وكان فيها نوع من الحب والانبساط والتجانس بين صناع العمل وكان يحاول تهيئة الممثلين بطريقة لذيذة كشف المهندس أن والده عانى في يوليو عام 2006 وقبل وفاته بشهرين من حريق غرفته بالكامل بجميع مقتنياته وجوائزه ولم يبقى سوى نظارة واحدة مقصور إحدى عدساتها وأثرت تلك الحادثة على الأستاذ بشكل كبير قبل وفاته وقامت أميرة مختار ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي بأعادة ارتداء فستان والدتها الراحلة وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات برفقة ابنتها رضوة أميرة ارتدت فستان والدتها والذي كان باللون الأخضر وله أكمام طويلة شفافة كما نسقته بنفس الطريقة التي نسقته به والدتها الراحلة حيث ارتدت نفس المجوهرات والشنطة ابنة رجاء الجداوي نشرت مجموعة صور مركبة لها والوالدتها الفنانة الراحلة وهما ترتديان نفس الفستان وأرفقتها برسومات لقلوب وكانت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد كشفت مؤخرا الكلمات التي كانت ترددها والدتها داخل المستشفى وقبل رحيلها وقالت أميرة خلال تصريحات تلفزيونية أن أكثر جملة كانت تقولها والدتها قبل وفاتها هي خلي بلكم من نفسكم مؤكدة أن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع في أيامها الأخيرة وأضافت أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمي لم تتعود الاتصال بزوجي عبر الهاتف لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميا في السابعة صباحا لتوصيه بي وكانت في آخر أيامها تردد يا رب أميرة من جانبها قالت فتحية شعبان الممرضة التي صاحبت الفنانة الراحلة خلال أيام علاجها بالمستشفى قبل وفاتها أنه في الأيام الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها وتابعت كانت تقولي لو سمحت ممكن تتصل ببنتي وأكدت الممرضة فتحية شعبان أن الراحلة كانت حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى مضيفة كانت مش عوزة تسمع غير القرآن كانت إنسانة عالية في الزوء والأدب يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل عن عمر 82 عاما